سلام عليكم يا مش مهندسين دفعة عشرين خمسة وعشرين. هذا الفيديو موجه للطلاب اللي حجزت في سناتر امبابا. خلاص? امبابا وضوحيها. ارض اللوة. طبعا ده ارض اللوة مش ضوحيها يعني بس تقصد المناطق المحيطة. امبابا شارع السودان مهندسين دقي زمالك اا ارض اللوة اوسيم براجيل الكلام ده كله. تمام? في بداية الفيديو بس عايز اتكلم على اهمية الحجز. طبعا انت في ناس تقولك ما تحجس ما تحجس يا جماعة هو الموضوع مش بالعافية. هو الموضوع بالعقل. ما هو بالعقل يا اخوها صحيح. بالعقل ازاي? انا دلوقتي يا عم الحج في مدرسين ربنا منع عليهم. خاصة المدرسين مش مش يعني خاصة المدرسين مواد المشتركة ما بين كل الشعب. يعني العربي والانجليش. مادة مادتين مشتركين ما بين كل الشعب. ما بين علم رياضة وعلم علوم وادبي. كل طلاب السنوات العامة بيدرسوهم. فالمدرس مثلا بيكون ربنا ممنع عليه بشهرة معينة. في المواد اللي انا بكلمك فيها دي. فطبيعي يبقى فيه اقبال عليه في الحجز. فطبيعي يفتح حجزه ويهي في الحجز? ليه? القاعات اللي احنا بنشتغل فيها مش هما بس على فكه ده انا بس بفتح لك. بعملك مقدمة للموضوع. السنادر السنادر عمتا مقيدة بعدد الطلبة في القاعة. هي القاعة مش مطاطية مش مهندس. هي مش عافية. يعني القاعة مثلا مش بنخش. اه لا اوسع لي الحيطة دي شواء? لا. والنبي ما عليش بس السقف ده ارفعه شواء? لا. طب نعمل دور هنا كده في النص فل مثلا ونقعد الطلبة مفيش حاسمها كده. فالقاعات مقيدة بعدد معين. وغير انها مقيدة بعدد معين. يعني تعال كده نتخيل مثلا القاعة دي بتاخد تلتمية طلب. والمسطر حجز له ربعمية طلب. المية دول موقفهم ايه? هل انت تحب تحضر شاشات? لا. هل انت تحب تروح للسنتر تقعد في شاشة? طب ما تاخد اونلاين احسن. هل انت تحب ان انت ما يبقاش ليك مكان في القاعة? لا. فالموضوع تنظيمي. طيب تعالي بقى ليه انا بتاع رياض? انا بقى بشرت على السنتر لو قعت فيها من شاء الله تشيل مئة الف. انا بقول انا عايز عدد معين دي رياض. فالحاجز مهم. خلاص? الحاجز مهم في كل المواد. لان انت لو ما حجزتش وجيت رايح هتخش بناء على ايه? ما هو مش هيجيلي طالب حاجز وطالب مش حاجز ودخل اللي مش حاجز. والقاعة لو تمالت انت لو قفت عدمك مش هتخش. فهو تنظيم. الناس بالي بتوقع تنظر وتقول لك انا مدرس مش تاجر ايه علاقة ده بالتجارة اصلا? يعني انا عايز افهم بس. ايه علاقة ده بالتجارة? وبعدين انت مش محتاج تقول كده اصلا. انت مدرس فانت بتقدر سالك ويسا وفي نفس الوقت تستفيد مدين خلينا صراحة. هنقض بقى نحور للكلام. مش هنقض نزوق شكلياتنا على قفة الطالب وعلى قفة مش عارو. خلينا بقى نتكلم صراحة. احنا بشا بنتربح مديا من ورا هذا الشغل. صراحة. وفي ناس ورانا بتتربح مديا من هذا الشغل. سناتر ومشرفين ومساعدين ونسبة منتج ونسبة ارفع ونسبة منصة. فما تقوليش بقى انا مش عارف ايه. يعني نتكلم كلام دغري. انا راجل دغري. حضرتك كمدرس. قاعة بتشيل تلتمية. بتكلم في اي مادة. جالك زيادة واحد هيعمل لك مشاكل كبيرة. هيقضي اتحايل وعايز اخش. وليه امره هيجي هيعمل مشكلة. طب تخيل بقى لو هم مية برا قاعة ما دخلوش. بدون حاجز. المية دول مش حاجزين وعايزين يخش. لو انا ما كنتش قال ان في حاجزة او غيري مش قال ان في حاجز. لا الموضوع هيبهوى خالص ومشاكل ممكن ما معرفش نتصرف فيها اصلا. الناس بتضرب بعض بقى واحنا بقى فاضين بقى نقض نحجز ونقض نتضرب ونتعور. فاللي يتكلم يتكلم كلام واعي. ويتكلم كلام يعني بالله عليك يا جماعة عشان الواحد بس بيتعب من الشعرات الزائفة. انت كمدرس معلش انا اسف في الكلام. اه يا باشا دورك تربوي. ودورك ان انت بتوعي جيل. وانت شخص مؤثر في جيل. ولكن بتتربح ماديا من الموضوع ده. فما تقوليش انا مدرس مشتاجر. احنا مش تجار. ولكن بنتربح ماديا. عايز تبقى مشتاجر خلاص اطلع اشرح المنهج مجانا واكلي عليك طوب. خينا بقى نتكلم صرحة. صرحة. لان انا ما بحبش تزيف الكلام. واللقى على المشاكل. احنا خينا دغري. دغري يا باشا. انت دغري. انت كمدرس. هتطور شغلك ازاي. هتتبقى الطالب ازاي. هتعمل كل حاجة بنفسك. لأ ده انت كده عايز خارق بقى انت انسان بتلات تلاف دراعة. هتجيب حد تمسكه منصب. هتدي له فلوس. هتجيب واحد بيكتب ما لازمك كمبيوتر. هتدي له فلوس. وكلنا عارفين الورقة بكام. ودي بالزاب بقى مش عايزين نتكلم فيها. عشان بياخدوا فلوس كتير. ها? هتجيب واحد يصور لك ويمانتج لك. ويرفع لك فيديوهاتك. وصحح الواجب. ويدخل الحصة في السنتر وتعمل سيستم بقى يهب ربط بمش عارف ايه باي باي وتربط السيستم بالمنصة مش دي كل فلوس ولا مش كل فلوس. فبالله عليك يا جماعة نتكلم كلام معقول وانا حبيت اوجه الرسالة دي في بداية الفيديو. نجي للنقطة التانية. اول سنتر سنتر حرس يا جماعة ده في مبابة نفسها. تمام? اه يعتبر يعني في في قلب مبابة خلاص? ده قريب جدا من محكمة مبابة والاسم بتاعة مبابة وخلافه قريب منهم يعني تمام? اه ده الحاجز فيه اعداد محدودة جدا 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 يعني خلاص? موعيده موعيد اللي احنا هنشرح فيها في هذا السنتر رياضة حصتين في الاسبوع هيبقى لحد ولا اربع الساعة واحدة ونص الدهر ان شاء الله. ده بالنسبة لسنتر حرس. اذا كنت انت حجزت وهذا المعاد غير مناسب ليك. فممكن ترجح حاجزك عادي جدا ما حدش يقولك حاجة واختار معاد من تاني مناسب ليك. او تفضل على حاجزك عادي واحضر اول حصة او اتنين هنا او اول حصتين هنا وبعد كده اختار معاد مناسب ليك لان خلي بالك كل المجاميع ماشية مع بعض. كل الاماكن اللي انا شغال فيها كلها ماشية مع بعض. حصة الاولة بتتشرح هنا بتتشرح في كل السناتر. التانية بتتشرح هنا بتتشرح في كل السناتر. خلاص? بالنسبة بعدها بقى لسنتر الفاردوس. ده في شارع السودان. قريب جدا من جراج بابة قدام بنزينة موبيل. مشهور معروف. خلاص? اه السنتر ده الحاجز فيه متاح اعداد محدودة جدا. تقول لي فوق جدا جدا. اه لان فوق قليلا قوي. يا كده يكون فاضل مسلا عشر تحت ممكن يكون فاضل عشرين تلاتين كده. فانت تبقى فاهم بقى جدا كتير كده فالعدد قليلا قوي. هنا يعني مفتوحة شوية. وده موعيده الاتنين والخميس الساعة عشر ونص صباح. بعدها عندك سنتر جالاكسي ده في الدقي في المهندسين. اه يعني انا مش عافي عنوانه بالزبط بس هو في شارع اه شهاب تقريبا. هو قريب من جامعة الدول قوي. اه واعتقد يعني احنا كده كده هنحط لكم لوكيشانات الاماكن دي يعني تمام? والطلبة عرفاه هو في المهندسين او الدقي ده الحاجز متاح اعداد محدودة جدا 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 يمكن اكتر من حرص. خلاص? مش عشان الحاجز فيه كبير عشان حاجة تانية هننبه عليها في اول حصة لينا ان شاء الله. ده موعيده الحد الحصة الاولى هتبقى الحد تمانية ونص صباحا. والحصة التانية هنبه عليك بمعادها مش هتكون اونلاين ولا كيوار. هنبه عليك بمعادها في اول حصة ان شاء الله. اول ما نتقابل يوم الحد في اول حصة. هقول لك الحصة التانية بتاع الجالاكسي فين? مش اونلاين ولا كيوار. عشان بس بقى فات. وموعيد البداية نفسها اللي هي اول حصة في كل سنتر هتبقى امتى دي لسه لسه انا منزل جدول وقلت لكم هنبه تبقى للجدول اللي انا عامل تنبيهات ان انا هاعلن عن بداية الموعد البداية في كل سنتر او في كل السناتر مع بداية شهر ثمانية عشاء الله اخيلا سنتر اي كيو ده في منطقة البراجيل ده في منطقة البراجيل ده متاح الحاجز فيه عادي جدا ما فيش مشكلة اصلا وموعيده التلات والجمعة الساعة عشر ونص صباح وبالنسبة اليوم الجمعة بنخلص شغلنا اذا خلصنا قبل الصلاة كان بها ما خلصناش بتنزل تصلي ونطلع نكمل الوقت اللي بقى لنا خلاص فبالتالي خلي بالك حورص مناسب جدا جدا للطلبة اللي في محيط امبابا كاملة تام شارع الوحدة وارض الجمعية المنيرة كل مناطق امباب باش تيل مش عارف ايه الفردوس مناسب للطلبة اللي في شارع السوداء خلاص وبرضو على فكرة طلبة امبابا برضو الفردوس قريب منها اوي اه يعني انت لو من البابا ما لقيتش حاجز هنا عادي روح الجس في الفردوس جالاكسي هم التلاتة قربين من بعض دول اوي ده اللي بيخدم على منطقة مختلفة شوية وجالاكسي يعتبر بيخدم عن منطقة مختلفة عن دول شوية يعني جالاكسي قريب اوي من الدقي جامعة الدول اه ودول مش بيدي عنه برضو بس ده اقرب ماشي كده ازا مالك اه كده يعني المنطقة دي المحيطة دي اه الباطل احمد عبدالعزيز الحاجات دي الشوارع اللي انت عرفها دي اي كيو بيخدم على البراجيل طبعا اوسين اه الوراق مع عرفش اقرب الاي كيو ولا ولا الحورس دي معرفهاش للفردوس الوراق الوراق اقرب للفردوس هنا اوسين براجيل ارض اللوى طبعا اي كيو اقرب لك اي كيو جالاكسي اقرب حاجة لارض اللوى خلاص بولاق برضو اي كيو جالاكسي اقرب حاجة لها خلاص اه فده كده موعيد الحجز وانا اكلمتك في البداية عن همية الحجز خلاص يا ريت تاني في الاخر الحاجات دي انا قلتها قبل كده بس اقولها تاني تتابعني فين على قناة اليوتيوب فيديوهات او في الكميونيتي المجتمع بتاع اليوتيوب او على البيج كل حاجة عايز اعرفها لك بنزلها هنا او هنا بكرا ان شاء الله اللي هو الخميس يوم خمسة وعشرين سبعة هينزل تفاصيل اماكن القاهرة تفاصيل الحجز بتاعها وموعدها والله سنتر الراعي الحجز متاح ولا مش متاح وموعده ايه سنتر رايش هبرة طب سنتر الماسة في حلمية الزتون او ايوان ايوان بقى اسمه ايوان معزرة اسمه ايوان مش الماسة ايوان هو كان اسمه الماسة واتغير بقى ايوان خلاص سنتر ايوان ده في حلمية الزتون وبنشتغل في قاعد سيدات مصر فبرضو اللي هي قريبة جدا من مديد ناصر ومصر الجديدة والكلام ده قريبة جدا من الحلمية مفيش فاصل كوبري فاصل كوبري بقى بس الاسم قاعد سيدات مصر في مصر الجديد تقريبا اه في مصر الجديد تقريبا اه هينزل لك برضو الحجز هناك متاح ولا مش متاح وموعيد وخلافه وهكذا لسانات القاهرة جراند وزن المستقبل السلام جراند وزن معادي واكاديمية المستقبل اللي هي في مدينة السلام اللي هي قريبة من من العبور والعاشر وخلافه خلاص فده بكرا ان شاء الله هحط لك في ديسكريبشن هذا الفيديو لينك كورس التأسيس اللي انا كلمتك عن اهميته في الفيديو لنزل امبرح نزل التلاتة وعشرين سبعة وهحط لك لينك البوست اللي في التوقيتات اللي انت اتبعني من خلالها الفترة الجاية اللي هتكلم فيها عن موعيد الحجز زي ما تكلمنا هنا كده الخاصة بسانات الامبابا بكرا هيبقى الخاصة بسانات القاهرة بعد بكرا الخاصة بسانات الاجيزة بعد بعده الخاصة بمنطقة اكتوبر خلاص وفي البوست نفسه هتلاقيني منبه على موعيد المعادل اللي انا هتكلم فيه على موعيد البداية. وحجز الاونلاين امتى? وتفاصيل الخطة بتاعت العمل هتبقى امتى? ونظام الشغل هيبقى امتى? كل ده هنحط لك لينك البوست وانت تشوفه بقى. خلاص? وبالتوفيق لكم ان شاء الله وكم دفعت خير. السلام عليكم.